ما بداخل غرفة نومير السعيد ما حد فطنه تتذكر ماذا سجلت بدقة حتى القاولي كان بردي ومقدمينه لكنه بعربة دفع مو هو رايح بغرفة الطعام ماكل يستسلها هو رجل بسيط حياته بسيطة كانت فما رايح هو بغرفة الطعام أو بالمطبخ ماكل وعدها ممرها واحدة ملقينها موجودة ما أدري هل أنه هي كملت وأجيبها وراحت وينها ملقينها ملقينها بس الحارسي بالباب شرطي فما جوا عليها أخذهم السلام للضباط ووقفوا إياهنا فالشرطي يتفرج علينا فما طبينا لهناك بيت نور السعيد أنا كنت كم ورقة بلقع أخذتها شو مكتوب بينا؟ ما ببكتها أخذتها أخذناها وراقي ما حد مدئدة على البيت أبدا بس أكو ورقة بلقع صار جوا الرجليين ديش ما حد مدئدة على البيت يعني ما صار فرهود بيت رئيس الوزراء أبدا لأحلى كرادة لا ملقصد الكرادة أو أي منطقة بس بشكل عام رئيس وزراء العراق ما صار أب ولا لم يسرق منه قلم وبقي بيت نور سعيد كما هو إلا الغرفة اللي شصار بها نار شوية ضربوها صار بها حريق بس كنت شفنا وين هو نور سعيد كنت شفنا أنا زوج خالتي بالسماك اللي هنا اللي موجود ما أخذ حفيتة زوج حفيتة ما أخذ بالبلاموية ومهاربة في معبر الشاطئ معبر الشاطئ وقصة نور السعيد كملة عدي فبالليل احنا جينا حسون عيسى صامت وما اكتشفنا إلا بعدين هو مهزمن نور السعيد بالبلامو فبدأ يحشينا فصارت ويطلع قاد الثورة إذا أنت صحفي شو انت عاملت مع الموضوع خد أحشي لك بعد طلع زعيم الثورة عبد الكريم قاس وعلى بعدين بصلنا لستة ونوص إذا عبد بغداد أعلنت من هو القادة العام عبد الكريم قاسم ولد حامد قاسم ويانا ماجد وحسين وعدنان ولد من عمرنا كانوا احنا نقول لكم عبد الكريم قاسم عبد الكريم قاسم بستجن لهم جماعة نوري سعيد عامكم طيح اللحظكم الباشر يحبسوكم بكل يدكم وما كان يدري مننا أنه هو زعيم الثورة عبد الكريم قاسم فأعلن أنه عبد الكريم قاسم زعيم الثورة إذا صارت الثورة جيراننا وإحنا ببيت الثورة عشين بيت الثورة هو مجر بيت خالح ونحن قاعدين هناهم بالبيت وناس مسطا بيوتهم مفتوحة وقاعدين مثل بيوت الكرادة احنا فأحداث الكرادة مركزة كانت بين هالبيتين بيت عبد الكريم قاسم بالثائر ومبين بيت نوري السعيد وظهرت طلعت أول مظاهرة في ثورة تموز قادها أخويا هادي العلوي كان بيها المرحوم حميد الحنداني هو آني قادها يعني ضد السلطة ضد الملكية الملكية هو قمنا نكسر بشعر رشيد نكسر جسمه هاي الشي الوحيد اللي اعتدينا شكسرتو شوفت شركة اسمها جميل شمحون فقريناها كميل شمحون كميل شمحون كان كان هو ضد يعني هو القوات راحت لمساندة كميل شمحون فتبرنا هذا المحل لو ما الأخو له مالته فكسرنا هذا الشي الوحيد اللي سويناه ليه مو زيناه بس كسرتو؟ ليش كسرنا الزجاج من بره ولم ما حد دخله شنو كان محل ما شنو؟ مثل سسمه محل كبير مع الملابس سوبر ماركت كبير ملابس وأجهزة ما صارت بسرقات أبداً ولن يسرق شيء في دورة تموز أبداً أبداً فالمهم بعد هذه رجعنا جمعة والناس احنا طلعنا منين طلعنا من جسر الجمهورية بعد مارحنا فمن جسر الجمهورية على شعر الرشيد رجعنا عبرنا جسر الأحرار رجعنا على تمثال ملك فيصل صاعد صاعد توفيق حندش والطويل والشد الحبل وسحبول وطلع صورة توفيق حندش كان صاحب مستشفى فيضي يحب التصوير فطلع يصور بثورة تموز ونقطعها جريدة البلاد وطلع الثاني وفي جريدة البلاد صورة توفيق حندش وأرجعنا صوروه أهلا بالبياء الموجود بعد حي صاعد على تمثال الملك فيصل ده يخلي السسمة الحبل الحبل ده يسقط كتبت الخبر بالجريدة نعم كتبت كتبت بكل التفاصيل نعم كتبت بكل التفاصيل حتى بتهريب نور السعيد لا كان تهريب وراء ثلاثة ياملا انكشف وراء ما انكشف كتبت كتبت بصراحة مصارت محكمة نزيل صارت محكمة فأنا بس أو دعتها بياك كتاب كتاب عبد الكلامقاس موجودة فيه كتاب عبد الكلامقاس هو رأيه بعد العشرين ماشي وملاحظاتك ومذكراتك عن انقلاب لتلافة وستين اي 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 المشكلة انا عبد الكلامقاس اي كان اقربانا يعني واما صاحبت فضل علينا كلش اتذكر مرة رحت للمدرسة وصف الثاني متوسط اي اخذني على البايسيكل وهي صديقي اسمه عبد الجبار منسي العبيدي الان هو دكتور باميرج اخوه محمود منسي اللي كان عضو فريع بالحزي وكان مشهور في ذاك اليوم بايسكي مالتن بنشر رحنا مش رجعنا مش يتأخرنا فلقيت امي وامو الزعيم عبد الكربقاسم قاعدات براس يتدربونا مقامبرات داي انتظرونا شوان تأخرنا صارح الينا مرجعنا فمجيت امه وتوت امك امك ام عبد الكربقاسم وين رحيت وين رحيت وين رحيت وين 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 ضلبانة قلت لهذا البايسكيل مالتن بنشر قالت ايه لحد دقيقة قالت كريم البارحة السلم لراتب مالتي هي تسلم 15 دينار من كريم لا يبطيها راتب راتب ما مزوج يبطيها 15 دينار قل ممشي نسلم لك بايسكيل واخذتني عربة ربل مالخيل الى الصالح هي محر اسمه قريج يبيع بايسكيلات جديدة فاشترت لي بايسكيل اسمه دان ليت رجعت انا راكبة وهي بالعربانة راجعة فاول بايسكيل اشترت بيها عبد كريم قاسم شوز عملتوا مع الموضوع ما هذا الحزب هاي العقيدة هاي العقيدة اللي تخرب البشر اللي تضرب الجيران وتصير جاسوس على جارك وتقتل جارك وتذبح جارك كما صار في العراق هذا الخطر شباب يصبطون بالعقيدة من اخطر ما اخطر ما يحدث بالانسان العقيدة مهما كانت نبيلة عندما تكون عقيدة سياسية فاحنا معقولة عم تكريب قاسم احنا شنبعثيين من صار 8 و 5 سنة عني باعدي صار لست سنين باعثي ايضا شجعنا شي فتشهاد اعلنها يوم اجه الزعيم للبيت كلهم يجينا بالساعة عشر بالليل او الظهور يتغدى البيت اخو ينام على الحصير ويفرقو له حتى بنعت اخوه ويفرقو له ظهره حتى بعد ان صار زعيم اهو زعيم هذا زعيم اي هو زعيم رئيسه زراء وقال عامل وسلحة ويفرقو له ظهره ويطرق اللباس ايه وشباش مالته مفتوح انه طبو مجهل والشهور عقل عربع عشر سنة ومجهل طبو انه اطلع ماكو على طريقة الكرة هذا ماكو ابواب مغلقة فخطيئ جدت فردوس الآن الحاجة فردوسية زوجة مهدي الحمداني ابن خالتي موجودة انت اسمع صوتي جدت قلت له الوصف هذا اللي كان اللي هاجم بيت نوري سعيد مش قد عمرها فردوس فردوس بقدي قد ايش سوا سلي ف جدت وقلت له عمو وصفي هو صار مرافق لعبد الكريب خاسم قلت له عمو وصفي عمو عبد السلام مش قد يتعهد صار لسبوع ما قعد من مدينة لمدينة يخطب للثورة خليه قعد ببيتة يرجع ببيتة لسه ما رجع البيتة نجي لأولا مو معذم علاقة بين العائلتين قال هاذا شنو نخلي ولا هاذا باشر نخلي بالقفاص اكيد يعني نانت منك المعارك الصحفية لا بالتأكيد بس ما كانت شخصية أبدا كلها كانت عقائدية يعني وستوها في الصحفة كان أرقم وستوها في الشارع فهذه المقالات إذا تسمح لي شوف مجموعة المطبوعات شوف المطبوعات الطباعة طباعة هاي انت طابع طبعات من الصورة هذا أول نماضج قومية عفيا هذا أول مقال بي سي عقيدة سياسية اكتبتها في أجريد هذا بالحرية مكتوب وذا تلاحظك هنا بالعهد الملكي مكتوب ساحة الملك فيصل الثاني كان اسمها ساحة الوثبة وأكو عنوان بجنبها عبد الرحمن البزاز محامي لما أخرجوها للبزاز من عمادة كلية الحقوق وصار محامي فهذا في ذلك الوقت هذا بي دليل على التاريخ اللي كتبت به المقالة هذه مكتوبة بس سبعة وخمسين تقريب ممكن بس سبعة وخمسين بعد العدوان على بور سعيد وكنا موقفين مع الشيوعين وتكلمت عن نماضج قومية أكو لا أكو نفس المصورات مو هذول هذا المعلك يوم هذول المصورات هذول نتركز على المصورات لأنه يسألونك عن القومية لأنه بعد نحن بالستينات أقرأ تاريخ هش قد هذا منطعش تموز يوليو ستين ستين طلع لآخر أكو أحلام قومية الإنسان والحرية بعد هاي هم نفس التاريخ سبعة يلو ستين بعد هذا الأحلام فلاسفة أحلام الفلاسفة هم ستين اي هذا كنت بسن ستين ضد عبد كرامقاسم قلت في هذا المقال أن عبد كرامقاسم مجنون أكو كادر مربع موجود شفت هذا تلكم هي الخطوط العامة للجمهورية المثالية وقد يرى القارئ فيما بعد ابتعادة عما يقبله العقل ويقبله الواقع ولكننا يجب أن نعترف لفلاطون بالعقلاني لا تجعل المقبل لأنه جمهورية ما قال خالدة عبد كرامقاسم كان يقول جمهوريتي خالدة فقلت فلاطون كان عاقل مو مقبل حتى يقول جمهوريتي خالدة عبد كرامقاسم يقول جمهوريتي خالدة هذا مدير التحرير فيصل حسون اللي هاي سأل طول حمر موجود بأمريكا قال لي هاذا مشكلة عليها السجن قلت قال ستة شهر قلت والله ستة سنين أقبل طلعت المقال شنو كان رد الفعل كل شي ماكو ولا مؤسجن ولا لحظة شنو سبب تتصوى يعني إغفال أم يعني كان في وقت هذو الظروف ما متاحا أنه يعني يلاحقون صحفي لا ماذا يعني هذي بيها وبيها جهل الرقيب الرقيب كان طبيب بيطري هو أخو وصفي طاهر اللي تكلمت لك هنا عنه أخوه بيطري شنو ألا أكتب فهذا يمكن منقرة المقال اللي هو أحلام الفلاسفة يمكن اعتباره موضوع فلسفي فمشى عجيب أمر جمهورياتنا دائما ترفع شعارا بأنها باقية خالدة والعظام والفلاسفة وإفلاطون يقول جمهوريتي غير خالدة يلا الراوعة لم تفلت يا علوي هذه المقارنة من قلمك لكنني أرى في عنوان مقالك أن يمتد طويلا ويأخذ معنى كاملا أحلام الفلاسفة وغيرهم إلى آخر المعنى هذه شنو هذه الأدب العربي العربة وشعوبية مو الأدب العربي باقية مكتوب أي الصفحة أخرى موجودة هذا أول ما كتب عن الشعوبية والأدب العربي بين العروبة نعم بين العروبة وشعوبية ويعني جار خطوط تحت المكانات المهمة أي اللي بيها تحديات الشيوعيين تحديات قاسية معركة ضارية في بعضها بالستين بالستين تتعاركوا الشيوعيين بالصحافة شي كثير شي كثير كان نعم خب بعدها هذي موما الحكومة موما الحزب البعض هذي بتسعة وسبعين هذي موما الحكومة شو أنت قلت تلعى والد الحكومة وزارة الإعلام وتقولهم أنتوا مجوعين الصحافيين العراقيين ومشبعين اللبنانيين دخراها يعني سوق الكلام الفاسد إيقرأته أي يعني هم أكو جه الرقيب ما ممكن أنه يرفع من رقيب لا وأنا الرقيب كل رئيس تهريه هو الرقيب يعني إذا رقيب من خارج المجلة لا ما أكو رقيب ممنوع يعني إذا اتمررت بالمجلة يصبح الموضوع ما أكو رقيب رئيس تهريه هو الرقيب على مسؤوليته في لهذا يحاكم أنت ليش ما اعترض على الاستيراد السلاح بقتها مو أستيراد ما أقرأتها تزين لا أقرأتها استيراد السلاح الفاسد قلت تكشب بعقول إحنا الآن نستور الجرائب وصير نقاتل بها أنا استورد وليد أبو ظاهر يقاتل عني أنا أسوي مؤسسة كبيرة لدار الصياد لبنانية الآن شكبرها ساحب اسمها في بيروت وأني ما عدي جريدة راتب التقاعدي للإطلاق